نتعرف عليك أنت في تخصصك الأكاديمي أنت خريج كلية الحقوق نعم وزميلك توفيق لهو زميلك في نفس المشروع وهو خريج خريج كلية الحقوق وزميلك خريج أو مهندس في الميكانيك كذلك بحثت ما طويلا عن منصب عمل لا أنت وجدت منصب عمل ولا زميلك توفيق كذلك وجد منصب عمل ومن هنا بدأ مشوار البحث عن فكرة من هنا بدأنا نخمو كيفاش نظهي عدا بزاف هادي من اللي كنا صغار هكذا كلما نلحق رمضان نخرجوا نفطروا بره نديروا قاعدات هكذا الناس كيشوفوا القاعدات هادو كيعجبوهم يقولنا علش ما تترجوهاش فكرة تيجارية ولا زعم فكرة اللي تقدروا دخلوا بها درام محنا دايما نتخمم نظرة تعنا أن نحبو سياحة الأماكن طبيعية كما كان يحكي يعني نخرجوا جوالة سياحية لرندوني كذا وبعد خممنا قلنا نبدأوا المشروع هادا قدرنا معلول كان فاشل طيب معلول كان فاشل ألا نروح مباشرة للفشل نروحوش مباشرة للفشل أولا الخطوة الأولى هي أنك لم تستسلم عندما لم تجد منصب عمل هذا في حد ذاته ونقطة إيجابية تحسب لك استعملت بالك للقدورات التوعية واللعفيس اللي نحبهم في حياتي نرسم ندير الناحة هاد العفيس كامل ساعدوني باش لحك لهذه الفكرة نعم طيب هذه القاعدات هذه جلسة الأحباب هذه هي التسمية الصحيحة لمة الأحباب لمة الأحباب الفكرة أساسها هو أنك لمة الأحباب نعم تلم الأحباب في ديكورين في الهوائي الطلق وصد الطبيعة لا يوجد البحار ولا الجبال ولا أول جلسة أول قعدة كانت؟ بين الأصدقاء وفي؟ في أي مكان؟ في قرصة بلدية اللي يسكنوا فيها أبو مردس وكحنا سينا نعرفوا بالبلاصة اللي يسكنوا فيها نبينو الناس باللي نقدروا نستغلوا الأماكين الطبيعية بس كحنا نسكنوا عند البحر سما نعمة هادي أنه ربي سبحانه يعطيك حاجة تقدر تستغلها وتخدم بيها بفكرة بسيطة كما قلت بدون مبلغ مالي كبير طيب الصور تظهر الآن في شاشتي الخلفية هذه الجلسة هذه القعدة التي حضرها ربيع وتفق هي فكرة بسيطة ولكن كان عندها بعد ذلك تحولت إلى مشروع كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر